الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تصريحات لافتة اعتبر ان استمرار القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة على مدار عقود يوفر المبررات لمدعي الدين والارهابيين مضيفا ان حل القضية الفلسطينية هو المدخل الاستراتيجي لمحاربة الارهاب والتطرف وهذا ما لمح اليه ايضا لقاء جمع وزراء الخارجية الامريكيين السابقين والحالي لخمسة عقود في واشنطن في سياق المتصل بحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري في واشنطن مع مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينيين الدفع بمحادثات السلام مع اسرائيل بغية التوصل الى حل شامل وينتظر ان يزور كيري المنطقة لبناء تحالف اقليمي ضد داعش والمتطرفين خبراء ومراقبون امريكيون شددوا على ضرورة ان لا تغفل واشنطن دور ازمة الشرق الاوسط في تشكيل حاضنة فكرية للفكرية المتطرف الى ذلك دعت واشنطن اسرائيل الى التراجع عن قرارها بمصادرة الاراضي في الضفة الغربية المحتلة مشددة على ان هذا القرار لا يصب في صالح مساعي السلام والتهدئة لقد اوضحنا موقفنا مرارا من النشاطات الاستيطانية نحن قلقون جدا من التقارير عن عمليات التوسع في بناء المستوطنات خلال الايام القليلة الماضية وندعو الحكومة الاسرائيلية للتراجع عن قرارها يأتي ذلك بعد ثلاثة ايام على قرار الحكومة الاسرائيلية بمصادرة نحو اربعة الاف دونم من اراضي منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ياسر محمد علي العربية ترجمة نانسي قنقر